السلام عليكم ورحمة الله وزيكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده رفوف تركي حلوة جدا مشكلها شيك قوي هستخدم معاكم القطر وهنستخدم المصدس الشمع وممكن طبعا الغرة بس انا النهاردة هستخدم المصدس الشمع اول حاجة كده معايا قطع من الكارتون قد بعد بالزبط الطول حوالي 65 والعرض 13 سنتي هجيب كل اتنين وهلزقهم كده بالشكل ده مع بعض بالشمع يعني هو ممكن تلزقها احسن بالغراء بس الغراء عندي كان خلصهم ما كنتش وضع بالي ان هو خلص يعني فقلت مش مشكلة الشمع يعني هقدر غرض هلزق بقى كل اتنين بالشكل ده هو برضو الشمع الحلو يعني وبيلزق كويس بس الغراء بيدي متانة شوية اكتر للكرتون فانا هعمل بالشمع النهاردة وبس في الاخر هتشوفوا النتيجة حلوة او اه برضو عايز اقول لكم لو انتو اه يعني ممكن تعملوا ثلاث طبقات هتبقى افضل بكتير والرفة هيكون شكله كده اشك وشكله يعني ساميك اكتر اه لكن ده كان طبقتين بس ده يعني البردو كان متوفر عندي اه وانا بصراحة يعني الفكر غد في بالي فحبيت ان انا اعملها اه لان انا اصلا كنت هطلبه اونلاين بس لقيت الفكرة بتاعته سهلة قوي اه فقلت انا هعملو مش هطلبو اه هنا اعملت بقى كده الاربع قطع اه بتاعت الكارتون اللي احنا هنعملوه النهاردة هي مع بعض اول حاجة بقى هقسم كده بالمسطرة لازم بالمسطرة عشان تبقي عارفة يكون يعني قد بعض بالزبط اول حاجة انا عايزة يحت قصيارة وحتة طويلة اه فهعمل قصيارة 15 والطويلة 20 اه بس الافضل تعملي 10 و20 عشان يبان اكتر هنا برضو هعملت كده 15 للنحية دي والنحية التانية برضو هعمل 20 هعمل كده في الاربع رفوف طريقتها سهلة جدا وبعد كده هيخد اه عمك الرف او يعني عرض الرف قد ايه لقيته سنتي ونص سمك الرف السمك بتاعه لقيته سنتي ونص فانا برضو هعلم في كل يعني على كل واحدة سنتي ونص عشان دي اللي حت اللي انا هقطعها وبعد كده هجيب عرض الرف كان 13 طبعا نص 13 6 ونص فانا هعلم نص الرف عند النص كيه بالزبط زي ما انتو كده شايفين وندي اللي هنا هقصها الفكرة سهلة قوي هو كل الموضوع ان احنا هندخلهم كيف بعض يعني زي عشق كده ومعشوق هتشوفوا هدو الوقت سهلة قوي بسيطة يعني بس انتو كلها تحتاجيه كرتون وقطر وشعمة وفي الاخر خلص هقولك بقى احنا هنخلي شكلها عامل ازاي بصوا هاقصها بقى كده طبعا بقصت على قد ما انا معلمة بالزبط بالقلم عشان ديك ما تسرحش يعني ولا تقصي غاصر لا بالزبط يعني تقصي نتيجته حلوة جدا في الاخر هتعجبكم قوي بس اهم حاجة زي ما قلتلكم لو تعملوا الرف ده تلات طبقات هيبقى احلى بكتير هو انا عشان الكرتون معايا كان جامد شوية فانا يعني ايه استكفيت بالطبقتين وقلت ده هو يعني الرف هيبقى حلو بس لقيت في الاخر شكله احلو كل حاجة بس كان عايز يبقى ساميك سنة عن عن الطبقتين يعني لو كانت ايه كان بقى تحفا خلاص كده انا عطع كله بنفس الطريقة دي وبعد كده بقى هقولك وانا هعمل ايه طبعا لو انت حابة تدهينيه ابيض اه بتدهيني بلاستيك اه وبعد كده بتعملي طبقة كمان بلاستيك هو البلاستيك اصلا بينشف كده على طول بس قبل ما تدهينيه بتغلف الكرتون ده بورق كرفت عشان خاطر الفراغات دي مبانش خالص معاك فبيبقى ان انا اصلا مش هدهينه انا هغلفه بالستيكر ده اللي هو العادي ده عشان كده انا ما عملتش ورق كرفت ولا اي حاجة حاست ان ده اسهل بكتير وشكله كمان حلو جدا الاستيكر يعني شكله رقيق يعني حلو ومش رغاي ولا ورد ولا الكلام ده هو حاجة كده بسيطة اه فانت لو حابة تدهينيه هتعمليه زي ما بقولك كده هتتغلي في الاول الكرتون ده ورق كرفت اه وبعد كده هتبدأ ان انت تتديه وش بلاستيك وتتديه وش تاني وبعد كده هتعمليه بورنيش مائي بس كده برضه بيكون شكله حلو يعني لكن انا بصراحة استسهلتي زي اه بيبقى احلى واسهل بكتير احسن يعني برضه من الدهان وندهول نفسنا ومنبهد للدنيا بالنسبة ان انا يعني مش خبيرة في الدهان والكلام ده يعني قوي اه بيمرمت يعني الدنيا فكده افضل بكتير بالنسبة لي حبيتها قوي الطريقة دي وحسن ان هي سهلة جدا وبرضه في استيكر ابيض سادة لو انتوا يعني حبيين تجبوه بس بيكون تقريبا اغلى شوية لكن ده المتر منه كان بخمسة جنيه تقريبا او من متر منه بخمسة جنيه هبدأ بقى كده افتح مكان الحيط اللي احنا فتحنا مع بعض وهبدأ ان انا اغلف بقى الورقة كله كابل لستيكر عادي لو تحطت ورا تقطعت منك او اي حاجة ما فيش اي مشكلة خالص كده كده هو منقط ما بيبنش خالص يعني مهما تلزي اي حاجة على اي حاجة يعني مش بيبني ان انت عاملة وصلات خالص مش هيبن معاك اي حاجة وبايدي كده هو وطو بعمل ولا فوطة ولا اي حاجة هو مش محتاج هو بصراحة بيجري معانا يعني وسهل اوي هفتح بقى كده مكان الفتحات اللي احنا اللي احنا هنعملهم مع بعض الوقت ما خدتش مني وقت خالص انا عملتها في حوالي يعني وسهل ساعة وكنت علقتها كمان بطريقة سهلة جدا وسبتة وحلوة قوي هنا بقى هاقص كده اللي هو الزيادة وهبدأ ان انا قلزقها كويس بصتوا زي ما بقول لكم لو اي حاجة قطعت منكم ولا يهم عادي جدا مش بيبان خالص خالص هم حاجة بس تقفلي في الاخر التقفلي حلو عشان يعني ايه يبقى شكل الرف كده مغلف حلو كده خلاص خلصت الرفوف اه تغليف يعني هغلفهم كلهم كده بنفس الشك كده وهرجع معكم تاني اقول لكم هنعمل بقى فيهم ايه طبعا بنضف كده حوالينا عشان خاطر ما نسيبش الدينة تتكركب بصتوا كده انا كده خلاص اه غلفتهم كلهم الاربع رفوف هبدأ بقى اعمله معاكس بعض يعني هاجي هاجي هنا بصتوا هما دخلوا في بعض ازاي وعايز اقول لكم جمدة جدا ومسكة نفسها بطريقة يعني حلوة طبعا احنا عاملين قصير وعملين طويل يعني عاملين الخمستاشر سنتي وعملين اللي هي عشرين سنتي فانا هفضل اعكس فيهم لغاية لما يدوني في الاخر شكل كده حلو بصتوا كده انا هعلاها بس ازاي هاجيب كده على الحيطة وهبدأ ان انا اعلم بقلم جاف او بقلم او باي حاجة مكاني المصامير ان انا هدقها انا علقتها بمصامير مش بلزق ولا سامغ ولا اي حاجة عشان طبعا تمسك بصتوا شكلها بقى النهائي حلو جدا ومسكة نفسها جدا عايز اقولكو وحطها عليها الحاجات كلها ولا تحركت من مكانها ولا اي حاجة شكلها بصراحة حلو جدا وشيك قوي بصتوا حطا كمان عليها بولا ازايز دي بصتوا شكلها عاملت ازاي مسكة نفسها كمان ويعني تقيلة يعني البولا تقيلة اصلا ولا تقطعت ولا اي حاجة خلاص كده انا علقتها زي ما بقولكو برضو لو انت حابة تعمليها تلات تلات طبعات تبقى احلى معاكي واشيك خلاص كان الفيديو خلص النهاردة يا رب يكون عجبكو ويكون الطريقة يعني سهلة عليكو واشوفكو بخير ان شاء الله اقولكو باي باي مع السلامة